أهلا بكم من جديد انطلقت اليوم فعاليات ملتقى سلام السعودية الذي ينظمه مشروع سلام للتواصل الحضاري في مقر مركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية بالرياض وذلك بمشاركة عدد من شباب السعودية المبدعين في مجالات العمل الإنساني والثقافة والفكر وشخصيات عالمية مهتمة بالشأن السعودي من ناحية الثقافة والتراث والفنون والتاريخ وأكد المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد بن سلطان السلطان في كلمة له خلال حفل الافتتاح أن تنظيم هذا الملتقى يأتي لتعزيز المفاهيم المشتركة للتعايش ولتجسير التواصل بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى والتعريف بالعمق الإنساني والإرث الحضاري للمجتمع السعودي وتعايش عبر التاريخ مع مختلف الأعراق والثقافات والديانات المختلفة وبين أن مشروع سلام للتواصل الحضاري المنظم لهذا الملتقى تأسس في عام 2015 بحدث دراسة واقع الصورة الذهنية للمملكة وتحليلها لإبراز مظاهر التعايش والتسابح والتواصل الحضاري وتقديم المنجز التنموية الذي حققته بلادنا ولتتناغم جميع مساراته وبرامجه مع استراتيجية السعودية الطموحة التي عبرت عنها رؤية السعودية 2030 مشيرا إلى أن مشروع سلام حقق نجاحات أولية كانت نتيجة للدعم والتعاون والشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية وبصورة خاصة مع عدد من الباحثين المتميزين ومن عدد كبير من الشباب والشابات الذين آمنوا بأن واجبهم الوطني هو تقديم أفضل ما لديهم من الخبرات والأفكار والإسهامات لتقديم وطنهم المملكة العربية السعودية بكل ما يملك من قيم وتراث وثقافة وفنون وآداب إلى مختلف دول وثقافات العالم مقدما شكر وتقديري لوكالة الأنباء السعودية على استضافتها برنامج ملتقى سلام السعودية وعرض خلال حفل الافتتاح فيلم تعريفي لمسابقة سلام للأفلام القصيرة تضمن شرحا موجزا عن المسابقة وأهدافها ومجالاتها ورؤيتها ولجنة التحكيم الفنية وسيارهم فيما بلغ عدد الأفلام المشاركة خمسين فيلم فاز منها خمسة أفلام نالت جوائز بقيمة مئة وخمسين الف ريال وإلقى بعد ذلك عضو لجنة التحكيم عبدالله الخريف كلمة إشار فيها إلى عمل اللجنة مع المتسابقين ومدى التحديات التي واجهوها خلال التقييم والتقويب لأعمال المشاركين التي كانت جميعها متميزة في ختام الحفل كرم المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين نظير الجهود التي قدمتها وكالة الأنباء السعودية في استضافة برنامج ملتقى سلام السعودية والإسهام في نقله للإعلام أقبل ذلك شهد الحضور الأفلام الفائزة للمشاركين الذين تم تكريمهم في اللقاء وهي خمسة أفلام من بينها أفلام للطلاب المبتعثين في عدد من الدول منها أمريكا والمملكة المتحدة وأستراليا وكذلك اليابان شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة